سأقوم بعمل شير للشاشة النهاردة سنتحدث عن حاجة اسمها EIR إخسار Exchange Information Requirements وهذه ببساطة جدا بأنني أقعد مع المالك مثلا أشغال حضرتك مثلا باتمثال المالك وأسأله أنت عايز ما في المشروع بحيث أنني ممكن أشتغل وفاجأ أن هناك حاجات طالبها وأنا لا أستطيع أن أفهمها أو لا أستطيع أن أعلم حسابي عليها فهذه الفكرة كلها في الـ EIR قبل أي حاجة في المشروع هذه تعتبر أول ورقة في المشروع نحن نقعد مع بعض ونسأل حضرتك بعض الأسئلة ومن خلالها نبدأ نتفق هناك بعض النقاط موجودة ونبدأ نرى حضرتك مثلا عايزة تبني إيه حضرتك مثلا متخيلة ومن خلالها ومن خلالها ومن خلالها هنسأل حضرتك بعض الأسئلة عشان نعمل حاجة كده حضرتك مثلا المشروع اللي حضرتك عايزة تعمليه إيه مواصفاته هل هو مستشفى هل هو مدرسة من خلالها ومدرسة تعمليه تمام مثلا هناك هنا هناك هنا هل هو مدرسة تمام ذلك المطلوبات المالك زمان في الكود القديم كان اسمه تعمليه هي فتحة المنتهي بقى هي فتحة كان للمشروع وهنا كون في البركجروند سيكون احضرتك عن خلال متعولة وأيضر كبير المشروع المكان بتاعه موجود فين الشركة هتشغل في جزء بتاع التزاين او تشغل في جزء التعالى الايكات التزاين التلوصية او هنتشغل في اثنين مع بعض او التزاين الناس يبقى نشوف في المواضعات هذا جزء هو ال بجراوند او الانتروداكشن للمشروع بعد كيف يوضع التكنيكال هل هل تحب ان نشغل بالرفيت ولا نشغل بالاركي كات ولا نشغل براحتنا انه هو من ان احنا نطلع شغل بيم وفي كل الموازن بتاعت البيم يعني ده السؤال يجاب على المالك انه يعني اي صفتوار يديه كم تستخدمونا يعني ممكن دول بش فارقة معايا او ممكن لا انا شافة ان رجية افضت او ممكن عادي يعني ما فيش مشكلة فالسة او ممكن تقول لا براحتكو تمام هنا مثلا مشتري انه هو يصدر للا اي اف سي انه هو ينفع يتقري على كل برامج البيم اي اف سي ده ملف ينفع كل برامج البيم تقراب ضم مشاكل يعني في بعض الحاجات ممكن نتكلم فيها وفي بعض الحاجات بتبقى التكنيكا لشوية انه برضو هنتكلم فيها مثلا داتف شنش هنسلم الحاجات ايه هنسلم متوكاد وبيدي اف والملف الاصلي لازم يكون معاك الملف الاصلي عشان نقدر نصدر الشغل للحاجات التانية الكوردينيشن تمام الكوردينيشن هنحط التفاصيل بتاعتها في البيم كشين بلان البيم كشين بلان هي ورقة بسيطة بنحط فيها طريق تنفيذ المشروع وهنسلم المشروع ده بتباريخ كم وهكذا تمام طيب اوكي هنسلم حالك سؤال برضو التريننج انت حب حضرتك ان احنا ندي تريننج لكل الموظفين اللي عندك ولا مش عايزة? عايزة. طيب حب يا حضرتك ان همهما يصد تريننج كامل يعرف كل حاجة في البن ولا مجرد بس ان همهما يداروا يفتحوا الملفات واداروا يتعاملوا معاها? بس يعني انا بنسبة لي بكل شي كامل. تمام هي متوش مشكلة خالص زي ما تشافها المتفقين مع المالك عشان ما نجيش في نص المشروع ويقول لا انا عندي شرط معين متحققاشي. تمام? ده الجزء الخاص بالتكنيكا. تمام؟ طيب بالجزء الخاص بالمانجمينت انا ستاندرد اللي هنشتغل عليه حاليا دلوقتي بقى الستاندرد ايزو ساعتشرة الف ستاندرد خمسين. ده الجزء الخاص بالبن. طيب بالنسبة لستيك هولدر نبدأ نشوف من الناس اللي هيكونوا مسؤولنا عن مشروع. من مثلا المانجر لديد ديزاين. من اللي هيبقى يتابع المشروع وهكذا. عندنا المانجمينت تنافل ويذكر مانجر وهكذا. طيب بالنسبة للإستراتيجية نحن نسلمك بيم لفل 2 وهنشوف ان شاء الله في الكود يعني كل الأقسام شغالة بيم مفيش كسم شغال كاد وكسم شغال بيم لا كلانا شغالين بيم وفيه هنسلم ملف اسم كوبي ده مهم لفصيلة منجمت ده عبارة عن ملف كسلة عادي هنشوف ازاي بيطلع وبسيط جدا فيه كل غرفة ايه الأجهزة الكهربائية اللي موجودة فيها فيها كل موجودة فيه وتواريخ الصيانة بتاعتها والحاجات دي كلها فانا باتفق مع الراجل لانه هو يسلمني المشروع بالمواصفات ديه بس هو ده ملف في ال EIR طيب ممكن نحط في ال EIR ايه تاني ممكن الملك يشترط انت حضرت ليك مطلق الحرية تشارط اي حاجة انت عايزها ممكن حضرت تشارتي ان كل الاجهزة اللي هتشاغل عليها تكون Workstation مش اجهزة عادية عشان اضمن ان الشغل ما تعطلش مفيش بلسن كمبيوتر خالص لازم كله Workstation بامكانات عالية ممكن نشترك ان كل النسخ تكون اصلية مفيش حد كل النسخ تكون اصلية يعني مفيش حد يستطب برنامج مش اصلي ان الحمدلله عندي كل البرامج اللي عندي اوتو ديسك و بنت لي كلهم اصليين تمام فانا بشترك عليك انا مش عايز تحصل المشاكل مع المصنقات انا بمشترك عليك ان كل نسخ تكون اصلية مفيش اقام شكية خالص مفيش شروط لو مفيش قادة تحققها خلاص ما تتخشي في المشروع ممكن نشترك عليك ان عدد معين من الموظيفين اللي عندك يكونوا من اهل البلد تمام يعني في بريطانيا بيشترك ان في عدد معين يكون من بره البلد يعني كل دولة بتحاول توازن ممكن نوازن نقولي لا لا في عدد معين مثلا من السيدات اللي يكونوا موجودين كل شروط اللي حضرتك بتحلم بيها ممكن تخطيها في ال EIR و دي بتقول محطوطة للشتركات كلها اللي عايز يشتغل معي لازم احق الشروط خيط لو جينا نبص على الشروط بتاعت اشغال بس صراحة حاجة جواسة جدا محطوطةanya بس مهندس م dopتاغ ينطل مفلوظ ان انكم اقور اخاطين لا لا يوجد واحد من ان يظهرًا عني خالص هو يقول أنه في більم capability اه شو ظهر عندي. اه واسكتين مهمين اوي. في واسك الكتير هنشوفه مع بعض بس هما ادم حاجات عشان نبدأ المشروع بتاعنا. الى اي اي ار والبم اي اي ار هي. ايه اللي الملك عايزه من الشخص اللي هيعمللو فدمة البيم. والبيم اكشان بيلان بتشرح بالتفصيل هنعمل الموضوع ده ازاي فالي اي اي ار ممكن تبدأ قبل التنضل خالص. المالك بيقول. هذا في الكونتراكت باش مهدد. ده في الكونتراكت اه في الكونتراكت بيبقى فيه الكونتراكت بيتفع على التفاصيل القانونية وحاجات زي كده. الاكشانجي فرماشي ركورمينت قبل الكونتراكت بنقول له والله اللي عايز يشغل معنا يبدأ يعمل لنا الجزء دوت. طيب البيم اكشان بيلان بتتعامل اثنين بنعمل واحدة قبل الكونتراكت واحدة بعد الكونتراكت قبل الكونتراكت بنقول لو احنا اشتغلنا مع بعض هنشغل مع بعض ازاي بالتفاصيل بتاعته. البعد الكونتراكت بنبدأ نحط تفاصيل اكتر بنبدأ نحط تلفونات الناس اللي هتشغل في المشروع. الكي بيرسون بحيث لو حصل مشكلة مع قسم المعماري اتكلم مع مين? مع قسم المشاي اتكلم مع مين? وهكذا. الوردين دول مؤمن جدا. ممكن انا اعمل شغل البيم مية في المية. وابعته لحضرتك. تمام? او الجزء من ديسة فاطمة. وتقول لا انا مش مافع عليه بش هو ده اللي انا عايزه. فانا مش فاهب ايه اللي هي عايزة. فانا اطور في الشغل بتاعي. وهي تقول لا هي عايزة. مسلا ان يكون في اه الجزء بتتخاص بكوبي. بس انا عمال اطور في الشكل وعمال اطور في الجواليزيشن. وهي بش هو ده اللي عايزة. فلو انا فاهم احنا عايزين ايه? وكلنا امتفقين عليها بالموضوع اسهل. فورقة ديت ممكن اه اجا بص لا ده انا مش قدر اعمل من الحاجات دي. فاعتذر على المشروع من اوله. او لا ده انا محتاج ان انا اعاية من ريسورسيشن عشان اعمله بوزد اول. فالAIR بتحل مشات كتير اوي. انا في مشروع كبير كان مع اشغال. والشركة قاعدة القاسة شهر. مش قادرين اتفق مع بعض. فلما قالوا لي تعالى وكده اكتشافت ان انا فيش AIR ومفيش بيمكشن بلاند. فامت اقول لي ده انا سلامت بيم. يعني لو انا بديت حضرت موديل سري دي. هل هو ده البيم؟ لا. ده فيك لشك كتير. بش هو ده اللي انا عايزه. لا ده انا عايز فيجواليزيشن. بش هو ده اللي اعايزه. فالAIR هيخفف المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة دي ان احنا مش متفكين. تمام. فاحنا شوفنا واحدة بس خلص. تمام. بيتكلم بس ان كل واحد يكتب المال يكتب ايه اللي هو عايزه في المشروع. ده قبل الـ contract false. تمام. طيب بتاعت اشغال قوية جدا من اقوى ايه هيعار اللي موجودة حقيقة. building information modeling. exchange information requirement for building project. اللي عايز يشغل مع اشغال لازم يعرى بارها دي كويس ويفهم ايه اللي هي عايزة. هو مقسمهم. في حاجات technical وفي حاجات management. يعني الشغل بقاني standard والcommercial. تمام. المانشمممت ال technical لازم تدين مواصفاتها ايه؟ واحد اتنين وثلاثة. طيب المانشممت الادارة نفسها. انا كود الاشغال هتوافق عليه. يعني اقدر انا اشتغلت مثلا بكود سنغافوري. كود سنغافوري بس مش متفكين عليه في اشغال بيبقى منوش لازمة. المالك بشوف بشيء تقبله. الكوميرشال اللي بقى بتاعت التسليمات والبيمنت والحاجات دي كلها. فهو الموضوع بسيط جدا ويعني حاجة بسيط خلص. اول حاجة بيعرف ايه هو البيبو. ان انا بيعندي حاجة اسري دي ويكون زكية ومتخصصة لمجال. ايوه. حبيبي. عندي سؤال. عندي سؤال. الحين هذا الكل اللي لازم يتم الاتفاق عليه في البداية عشان يعني. قبل البيبو خلص. صحيح. صحيح. دي اول حاجة خلص. يعني ايوه. دي اللي بيعملها. المالك بيقول لي اخواننا اللي عايز يشغل معاه في المشروع لازم يقرأ الورقة دي كويس قوي والتزم بها. ايوه ايوه. تمام? بعد كنت تجي بارة البيبو. بتبقى لازم معتمدة على الاي اي ار. يعني مفعش عن الاي اي ار. وانا بش حاطت فيها مطلبات المالك. زمان كان اسمها. دلوقت اصبحت. يعني هو نفس الاخفار بس تغيره الكلمة اللي هو انه هي. تمام? يعبار عن ان المالك عايز ايه في المشروع. تمام? فهو المالك بيبت بان انا عايز واحد اثنين وثلاثة او اربعة. لو هتقدر تعمل الحاجات دي تبقي لك مثلا التزم بكود البريطاني او الكود القطري او اي كود هو عايز. لو انا شغلت بكود تاني حتى لو احسن فده بش صح. لازم ان انا التزم بالمطلبات اللي المالك طلبها بيه. اعتمد. زين عندي سؤال مهندس. احي انفرضا انا من البداية استخدامت الكود البريطاني. هل يصير في المستقبل اغير الكود ولا لازم اغير الموديو القامل؟ طيب دي موجودة في اول المشروع. فانا في اول المشروع اتفاعل ان احنا نشغل بيه. لو حد غلط واشتغل بكود تاني. لا لازم يبدأ يلحق نفسه ويغير الطريق التسمية وطريق الشغل والحاجات دي كلها. ليه؟ لان هو المالك بيش هياخد منه الموديل. هيقول لا انا بيش بتعود على الاسامة ديت. تمام? الاسامة دي انا بيش فهمها. فهو اشغال حط ستاندرد معين في حدود خمسة وثلاثين صفحة. اللي عايز يشتغل مع اشغال بالذات لازم يشتغل بالحاجة ديت. طيب لو انا عايز يشتغل مع شركة تانية مفيش مشكلة بيش ملتزم بكود بس لو انت يعني التزامت بالسطاندرد اللي موجود الى ده يسهل عليك كتير او في الشغل. زي مهندس هذا البيدي اي فايل. انا بعتول لك حاجة. هو اصلا من اشغال بس ممكن انا بعتول لك حاجة. ايوا لك سوي خير. شكرا. دي بعض التعريفات هو بعرف اللي بيقول لي. اللي هي البيم. هي اصبحت حاليا في الاكواد. بلدينج انفرميشن منجينينت. لانه لو انه اكيد في موضوع ادارة المسارية. طيب البيمكشن بلان عندنا 2. هي خطة لطريق التنفيذ المشروع. بيقول لك انا والله انا شركة هنفذ لك البيم بطريقة ردانية. فممكن المالك او المهندسين اللي عند المالك بيقول لك لا انا مش نفع الكلام دوي. تمام. فانا عندي حاجة اسمية بريد. ابني العقد. بحط بعض المعلومات اللي طريق تشغيل المشروع هعمله ازاي. بس بدون تفاصيل. لما نمت العقد بحط لك بقى حاجة بقى تلفونت والارقام والحاجات دي كلها. وعندي حاجة اسمية استنفرميشن موديل. ده اللي هو خاص بالموديل نفسه بعد المشروع يخلص. بنجهازه ان هو يبقى لإدارة المشروع وللفاصيلة المنجينت. هنا بقى يتكلم عن 4D و 5D و Level of Development ده مصطلح هنقبله كتير. هو مش صعب ولا حاجة بسيط جدا. هو بيقول لك ان انا هسلمك الموديل على اكتر من مرة. Level LOD 100. LOD يعني Level of Development. ان انا بدل قاعد الشغل في الموديل لحده من خلصه خالص. وبعد كده بقى تقول لك فانت اوفيقش عليه. لا انا ممكن اعمل لك ايه حاجة بسيطة خالص. schematic تبدأ توفع عليها. LOD 100 يعني schematic. يعني مش حاطة عليها dimension ولا حاطة خالص. بقول لك فكرة المشروع مثلا هيبقى على شكل البندا. لا شكله مش ظريف. لا انا عايزه على شكل مثلا. فنبدأ نتفع علي الشكل بدون اندخل في التفاصيل. بعد كده اقول لي ديمتين اللي هو المرحلة design. يبدأ نحط بقى الحاجة بالsize. تمام والشيب والlocation والحاجات دي. LOD 300 بنبدأ لدخل المعلومات اكتر. 350 دخلنا في مرحلة shop drawing ودخلنا في مرحلة ان انا هحط تفاصيل الحاجة التطبق ازاي في الموقع. LOD 400 برضو التفاصيل اكتر. LOD 500 هو مش موجود في الstandard وهو مفروض اللي هو الاسبلت. ان بعد ما خلصنا الشغل هنبدأ نعمل اسبلت والحاجة اللي تنفذت في الموقع نحطها في الموديل. بفرض مثلا ان انا كنت عامل الكاميرا مثلا بمقاس معين او عملت الباب بمقاس معين. بس في الموقع تنفذ بمقاس تاني. فعشان ما ابعتش الموديل اللي انتفاصيلت منجيمت بمقاسات غلق. ببدأ اشوف الاسبلت وابدأ اعادل شغل تاني. طيب عندنا. هو في تاني هابعطولكو في كل انصر من العناصر بيشتغل شكله ايه في ال LOD 100 شكله ايه في ال LOD 2. طيب خلينا افتحولك دلوقتي. كده بتاع ال LOD. لا بس سؤال احنا في مشروع لان LOD كام. ايوة شما دستي. اقول لك احنا في المشروع عندنا في البندا. اه مطلوب لان LOD كام. مطلوب لان LOD كام. مطلوب نعمل اسبل تفخر مشروع. ال LOD. مطلوب. ال LOD. كل عصر سنسلم الو دي كامل صحيح الصوت هناك كتاب اسمه الو دي فورم ده كتاب فيه كل حاجة خاصة به الو دي بصمحت انا معامل تجيب واحد معامل دي معامل تجيب نعم صوت ده صوت نعم هناك كتاب اسمه الو دي فورم ده الموقع كل عنصر من العنصر يبدأ يقول لي ان شكله في الو دي بي نعم والكتاب مجاني سوف أرفعكم ان شاء الله ده هور ده اخر حاجة كل عنصر مع عنصر يبدأ يقول لي نعم كل عنصر مع عنصر اللي احنا اختلفنا يعني انا مثلا قلت ايه كل دي ربعمية واحد تاني يقول لي لا ده 350 فالكتاب ده ده ستاندرد عالمي على الكود الامريكي والكود البريطالي والكوري وكل الاكواد اللي موجودة تمام طيب نرجع الى EIR بيشرح فكرة البيم الكوبي المصطلحات اللي احنا ممكن نختلف عليها طيب بيقول لك احنا بالنسبة لنا كمالك اكتر حاجات اللي احنا مركزين عليها هنستخدم الموديل في ايه فاكتر حاجة نستخدمها فالفاصيلة الكلوريشن اكتر حاجة نستخدمها في حل الكلاشات ونبدأ نركز على اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها ممكن حد تاني يقول لا ده انا بالنسبة لي عايز اعمل فنادق فعايزها تتباع فعايز اعمل ايه مطلق الحرية من اي حد يزود في الاهداف خاصة بالمشروع بروشت بميوز المطلوبة الاستخدامات في كل مرحلة على المهمة الانالزر مهمة نسبة لي مهمة بالنسبة لي الزج � kg مرة م sert سكر典 ايه هنا سكر典 مسل المتط reflects بالنسبة لتديني موديل ينفع ان هو يشتغل AIM Asset Information Modeling وتديني ملف كوبي وده ملف Excel سهل جدا وهنبدأ نشرعيه إن شاء الله واحدة وهنا بقى بيتكلم على كل مرحلة ايه الحاجات اللي بالنسبة لي بكون مهمة تسلمها لي عشان تقول لي انت سلمت بيم لازم تكون مسلم لي كذا الكونتراكتور لازم يطور الموديل في الاركتكشور والاستراكشور والالترول تزايد والإنفرا واللاند سكيب وهكذا تمام؟ طيب دي كل المطالبات المطلوبة مثلا لازم تعمل لنا 3D interface coordination الويت اندروي وهكذا في حاجات معينة لازم تتعمل عشان نتقبل منك المشروع لازم تديني مثلا الموديل element data لازم تديني buildf quantity لازم تديني مثلا وهكذا هذه المطالبات اللي يجب أن تكون موجودة في المشروع هل هناك مطالبات خاصة؟ هذه هي المطالبات الخاصة التي لا تكتبها هنا براحضة مثلا لازم تديني الموديل ODT 500 ويكون نعمل لازر سكان ممكن تقول لا الازر سكان غالب فهي لا يحتاج محتاجه تمام؟ في الجوزة التكنيكال يقول لك يعمل لي بمكشن بلان ويكون فيها الحاجات دي كلها طيب عشان نصح من معي عشان نصح فاطمة اه تمام طيب هي خطة التنفيذ المشروع فاحنا بنقول ايه؟ ايه الحاجات اللي لازم تكون موجودة في عشان نقبلها؟ لازم تكون تكتب لي معلومات عن المشروع عشان نعرف ان انت عاملها المشروع ده بالذات معلومات عن ومعنى الـ Contracting Information وMile Stone ان التسليمات هتبقى امتى؟ ميل ستون يعني مثلا التسليمة الاولية هتبقى اللي هي مثلا الودمية او متين او تبتمية اللي هي مثلا الاسكماتيك ومرحلة الزايل والشوفدروي هنسلمها مثلا بعد 4 شهور بعد شهرين وهكذا الـ Key Project Person الناس القاسين في المشروع يعني هنكتب مثلا المشروعات المتوصلة عن كذا فنبعرفين نرجع لمن لم تحصل المشاكل لقد ضرر الله ازاي هتعمل سريه دي Coordination Process ايه المراحل اللي هتعمل فيها ويهي صفتوير اللي هتستخدمه Shot Drawing Extracting Process لازم كل اللوحة اللي هتطلع Shot Drawing ما ينفعش تبعطلي Shot Drawing وانت عامل على الوتوكات وبعطتلي موديل والاتنين غير بعد خالص طب انا هنشتغل بان واحد فيهم ما ممكن يكون التو دي فيه معلومات اكتر بس فيه كلاشات فده لازم ايه بنبدأ نشوفها Task Information Delivery Plan والMIDP دي عبارة عن جدول دي عبارة عن TIDP دي عبارة عن اسم الملف يعني لو احنا عندنا ملف معماري هيبقى فيه اسم العق هوط وبعد كده مسافة وبعد كده اسم المقاول اللي عامل حاجة وبعد كده الزون وبعد كده Level طبعا هنا الموديل كله Level 1 فنسمينا AL ولو انا عندي Model M3 أو M2 يعني Model 3D ها تسميه M3 والديسابلين عندي تكييف بحيث ان انا اشوف الملفة مجره اعرف المعلومات بتاعت المشوار فده ملفة لازم يتعمل وكتب قدام كل واحد فيه تاريخ التسليمات بتاعته بحيث لو جه يوم مثلا 13 اكتوبر والحاجة مسلمتش فده ملفة مهمة جدا من الملفات انها تعمل وكل الحاجات سهلة وكلها موجود templates بفادي ونبدأ ان احنا نحط المعلومات الموجودة فيها training plan لازم تكون موجودة طب انا هدرب الناس ازاي طيب هنا باب نبدأ نشوف انت هتعمل اللي دي 100 200 300 هتعمل تستخد بقاني سوفتوير تمام ولازم تدالب الملفات ديت تمام هو طبعا مفروض انها تبقى مفتوحة ان اي حد عايز شغل بأي برنامج يعمله بس يسلم في الاخر IFC طبعا اول شغل كان نفسها بتشترط ان انت لازم تعمله بريفت طيب لو انت هتعمل لي analysis de robert ممكن تعمل لي التقرير بشكل خاطئ فانا مثلا ممكن اشترط عليه برنامج معين او اسيبه اعمل لي analysis de robert اللي انت عايزه بس المهم تدول لي ملف Excel solid coordination model بقول لي برنامج اسم النافس ووركس والدولي ملف NWD دي الفكرة ان انا ببع عندي كل حاجة الافضل حاجة اللي انا اقدر راجع عليها هارد وير هارد وير هارد وير ممكن اشتغط عليه انه لابتوب او منوتر هارد وير هارد وير ممكن اقول له مثلا نحط له في البنكشن بلان اي ريكورد من 12 شهر دي الاكواد اللي احنا هنشغل بها اهو في ايزو 1050 او حطه في الاول الجزء الاول والتاني ده البروجيكت بمانوال ده بقى فيه تفاصيل لكل موديل اللوكيشن بتاعه والاسم بتاعه والبروجيكت بروزر والملفات بتاع تلك هتبقى عاملة ازاي لازم تبقى تغيير الاشغال وده كل واحد في المنظمة مثلا البيم مانجر ايه المطلبات اللي هو لازم يكون فيه لازم يكون مثلا على الاقل طبرة سبع سنين في شغل بالبيم ويكون سيرتفايتد بيم مانجمات ان شاء الله الناس اللي معانا في الدورة هياخدوا مشاهدة زي كده معتمدة من أوتو ديسك وبعد كده البيم كوردينيتور لازم يكون فيه اكاديميك ديجري وهو حصل على مشاهدة مشاهدات مثلا على الاقل خمس سنين من الخبرة مثلا وهكذا البيم سمشيليست اللي نشار فيه المشروع ده الوظائف اللي موجودة فيه المشروع وبعد كده عندنا خطة لـ QA QC بس شم هي الخطة اللي يتويها عشان يشوف البيم صحيح التوقت تقول ان اذا سلموك البم لازم تكون عندك خطة عشان تأكد ان كل شي تمام اه في QA QC نبدأ نتأكد ان احنا نقدر نكتشف الاخطاء باكتر من الطريقة بنقدر نعمل تشك على الموديل والبيم بروسيس بنقدم احنا QA QC او بنقدم من كل موديل في احنا نعمل تشك فيه طريقتنا في حل المشاكل واكتشاف المشاكل وفيه برامج جدا في الموضوع جدا في الموضوع احنا نستخدمها ممكن مثلا اقول ان انا لنقوم بعمل الكلاشات بين العناصر المختلفة ستجعل بسبب بينهم 1 مليمتر فممكن البيانوال يقول لا اريدها 1 سم فنبدأ نقدم ما انا شايف انه صح ونبدأ نتشاور فيها ونشوف هل هي موافقة للشيء نستحق كده ده البيانوال وده البيانواليتي هنلاقي عندي QAQC وعندي الحاجات الخاصة بيه المانجوينت يبدأ بشوف ايه الحاجات اللي انا هتعمل ان انا افحصها في كل مرة بحيث تأكد ان المواطب تتاعي سليم ايه الحاجات اللي انا عملها QAQC وده بقى البيانواليتي مانجوينت بلاند بابدأ اقول ايه الحاجات اللي انا هبدأ افحصها واتاكد انها فيها مشاكل او كذا وده مثلا بروسس معينة ان انا ما تنقلش من حاجة تانية غير لما اتأكد ان الحاجة بتاعتي سليمة مفهاش مشاكل دي كل الفيسز الموجودة هنا اكتر من الطريقة لكشف المشاكل عند مثلا في جوة تشيك هبدأ افحص المواطب بنفسي ممكن اعملوك سرو ممكن اتأكد من برامج زي الانفسوركس ممكن استخدام برنامج متخصص زي السليبري يقدر يقول لي فيه قاعدة معينة مثلا ان الشباك اصغر من المساحة اللي مفهود انها تكون موجودة مثلا ان الحمامات بش فيه واخد اتجاه الابلة فده غلط او ان المسجد بش فيه واخد اتجاه الابلة وهكذا تبقى تحفظ فيها كذا حاجة ممكن حاجة خاصة بالمعماري والاشياء والكهروميكانيكل وحاجة خاصة بالاستدامة وحاجة خاصة بالطاقة وحاجة خاصة بالتشغيل ويبدأ يفحصها وتأكد منها المشاكل الموجودة فيها برضو الميتنج كل ميتنج هيبقى ايه الحاجة اللي احنا نتكلم في الميتنج دي فيها نركز عليها فيه مثلا قبل ما نبدأ المشروع الميتنج هيبقى مرة واحدة ونشوفها يتعمل فين وهكذا فيه حاجات مثلا تبقى كل اسبوع وحاجات مثلا مرتين في الاسبوع حسر ما نتفق لحاجة المشروع دوت هذه خطة تتعرض على المالك فهو يوفق عليها او يرفض ده دريفر استراتيجي وف أسيت انفرميشن هنستلمه ازاي بيم اونرشيب الملكية بتاعت الموديل هتبقى المين اصلا عشان ده يسعب يحصر عليها اختلافات كمدة جدا دريفر اول في كل مرحلة هتسلمني ايه يعني نحن نصف اول مشروع بفاقش متزر منك موديل المتزر منك تتسلمني بيمكسب بلان بيم مانوال عشان شوف هل انت قادر تعمل لي الحاجات دي ولا في البردزاين هتسلمني مثلا موديل اساسي مثلا هتسلمني الليزر سكانل المنطقة نفسها حواليك البردزاين موديل وهكذا الكنس الديزاين هتبقى تسلمني مثلا الودي كامي وهكذا كل مرحلة نبدأ نشوف ايه الحاجات اللي احنا هنشارع عليها في مرحلة الكنستركشن ومفاشتي في مرحلة الكنستركشن وانتقل لي هتسلمك الودي 300 لأ احنا خلاص عدينا مرحلة دي لازم تسلمني مثلا الودي 400 لازم تسلمني بيميوز اناليسيز 4D وكالهاندي وفر خلاص احنا وصلنا مثلا الاسبر كل شهر مفروض مثلا هتعرض علي ايه وهكذا دي بخصوص البيمنت وبعد كافي بيم تندر فيه كزا ملف مفروض ان العز الشغل في المشروع يبدأ يقدمهم حبيبنا عندي سؤال بخصوص البيمنت الحين اذا انا المشروع عندي اياه بيم المقاول يقدم لي البيمنت على البيم ويراجع على السشاري وانا كتلانة اجرال اعطيها بروض كلها عن طريق البيم كلها عن طريق السيستم كلها عن طريق السيستم السيستم البام المفروض ان الشركة تبعت الشغل المقاول فهو يوافق عليه او يرفض لو وافق بيبدأ انه يبعته للمالك ويبدأ نبدأ نشوف اياخد ابروفل تاني من المالك وطبعا النسب دي بيشتبته دي بتختلف من مشروع لمشروع حسب الاتفاق يعني ممكن تفق اكبر اقل زي ما هما يتفق دي بقى التندر سبونس نبدأ نشوف ايه الحاجات اللي لازم نقدر منخللها اذا كانت الشركة ده تعرف تعمل شغل كان شغال ايه نشوف يعني لو من الاول خالص كده عندنا H1 نسأل بعض الاسئلة عشان نشوف الشركة هل فعلا هتقدر تعملنا شغل بتاعنا انا مثلا الجوز الخاص به الستاندرد انت شغال بانستاندرد ممكن يكونوا شغال بستاندرد قوي جدا بس بشغال مناسب لنا كل شركة اللي لها استاندرد لا الدولة نفسها ممكن يبقى لها استاندرد او فيه استاندرد علامي ايزو مثلا هنشغل بالايزو دولة نفسها حسنا المودل سوف تعمل الفحص مثلا هل انت تفاهم هل انت فاهم من Level of Information Requirements لكل مرحلة من المراحل هل انت فاهم من Level of Development Requirements هل انت 3D Coordination هتعرف تعمله بأني برنامج ممكن ان اقول انا اعمله بالرفيت وانا شايف ان الرفيت لا يعمل بشكل قوي مثال يعني فنبدأ نتنقش فيها اديني ملخص لكي تتطور Building Information خلال المراحل المشروع اديني بريف على command dat environment فاكتبني ان احنا نستخدم A.260 بعد ذلك اديني امثلة على المشاريع اللي انت اشتغلتها بحيث هل انت اول مرة تشغل ولا اشتغلت المشاريع قبل كده ولا المشاريع اصغر من الرنج اللي هتشغلين فيه فهو يبدأ يشوف ايه المشاريع اللي هو اشتغلها ويبدأ يتكلمنا عنها بحيث ان ما يبقاش الحاجة الوحيدة في التسعير هي موضوع استعاد وبعد كده بنخش على رقم ثلاثة ده كل البيميوسيز زي صايت اناليسيز اشرحولي يعني هل انت فهمه ولا بش فهمه اللي هات اناليسيز فهمه ولا لا اقدر مفيش حد عند فشية فهمه من الموضوع ده فازاي يعملوه الفور دي مثلا اشرحولي كل حاجة يبدأ اشرحلي يعبر عن اين وده بتخليني اعرف هل الشركة دي فهمه شغل ولا من الاجابة بتاعتهم لا محتمش حد يقدر يعمللي شغل ده وبعد كده السفيهات بتاعت الناس اللي هتشغل في المشروع تمام طيب اه دلوقتي هنبدأ ان نشوف مع بعض اه 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 بسات جامين الخلص اه مثال بسيطة على البنكشن بلان قبل وبعد العقد يعني قبل العقد بنعمل حاجة بسطة خالص وبعد العقد بنبدأ لنزوج بس بعض التفاصيل فده Brick Contract Building Information Model بمكشن بلان ده حاجة قبل العقد خالص فلازم نكتبع عن الاسم المشروع اللي علامنا بتاع المشروع الرقم من المشروع والتاريخ وقرب بس معلومات عن المشروع عشان تبقى بمكشن بلان دي للمشروع دوت وبعد ذلك document control sheet ده فرج رقم واحد او اثنين او ثلاثة وبالتاريخ كذا وبعد ذلك ندخل في project team من الفريق ومن انا شركة وهيبقى عبار عن ايه الرولس بتاعته اللي هم الكيبرسون المشروع بس انا بشكتبين لا الاميل ولا التليفون ده لما نمت العقد خلاص هابدأ اقولك ان الشخص ده هو ده المسؤول عن المشروع دوت معلومات عن المشروع المعنومات اللي موجودة في EIR لازم تكون موجودة هنا بدلا ما يبقى عندنا وصفتين لا خلاص هابدأ المشروع فيها كل EIR اللي مطلوب لو فيها حاجة سبيشير في الهيلس وهكذا نبدأ نضع الـ project implementation بلانت الخطة التشغيل الـ software اللي نحن نشغل بها الـ exchange ممكن تدول مثلا الموديل هدهه لك ريفت او هدهه لك اركي كاد او ايف سي الـ drawing ممكن تقول له DWG او DGN اللي هو بيطلع من الماكرو ستيشن والـ ecosystem وبرامج بنتيلي الـ open road الـ sublier الـ resources الـ project goal الـ collaboration and information modeling وأنا بقولك انت لازم تكون تتابع لكود BS1990 الـ milestone التسامة الأساسية فيه المشروع Project Information Model ومتقدر بعد كده البوست لما خلاص العهد اطماضى فمجدنا نعمل حاجه كده هيكون فيها تفاصيل أكتر بنزود على اللي فات مش بنلغي اللي فات ولا بنقص منه بنزود بس معلومات المشروع ممكن رقم المشروع مكرر أكتر من مرة المالك ومرة المالك ومرة الـ rules هنكتب هنا الأشخاص الأساسيين ممكن أن نحصل المشكلة نتصل نتخاني معهم الـ email الـ telephone وكل واحد المسؤولات المسؤولات اللي عليه وإيه الحاجات المسؤولات اللي يقدر يبقى مسؤول عنها المسؤولات المسؤولات المنزل ومحن نحصل وكل مرحلة من المراحل يبقى مسؤولات المصف هنعمل مرحلة كيف الـ ايه الاكواد الي احنا هنبقى شغلك بيها طبعا ده الستاندرد ممكن الناس تزود عليه او فيه جزء مثلا نتفذفه احنا بقى بنتكلم على الماتريكس مثلا الموض المعماري والانشايا وكهرومكانيكال ايه البرنامج اللي هنشغل بيه والملف الاصلي والملف اللي هو نستطيع التبادله مع الاخرين مثلا ممكن المعماري هنشغل بالارتكاد والانشايا بتيكلا وهكذا فازاي هتبادله مع بعض حسب مراحل المشروع المختلفة غالبا التبادل من خلال IFC TIDP TASK INFORMATION DELIVERY PLAN هتسمي المناف ازاي والتسماعات بتاع تبا عمل ازاي بعد كده لو فيه اكتر ممنده نشوف كل ممنده وكل حاجه بالX وY بتاعتها او LISTING & NURSING طريق تسماعات المناف المشروع المشروع هيبقى فيه اكواد معينة تعم انت بتسمي اسم كود بتاع المشروع بعد كده مسافة وبعد كده اسم الorganizer او المعاول او بعد كده Volume Level of Location ممكن لو كل Level في ملف واحد نروح مختصرنا ونسميها ZZ او AL حسب من تفق D-Disabling بعد كده ده ملف معماري او انشاء او كارو مكان كل بحيث مغير ما تفتح الملف بتعرف الملف ده عبارة عن ملفية بحيث ان الBeam Motion Blunt تبقى كل لو عامنا 20 شركة شغالة في الBeam في المشروع ده كلهم شغالون بنفس الstandard ونفس الاتفقيات وكل حاجة هنا software version والاصدار بتاع ريفت مثلا لازم كلنا شغالنا ريفت عشرين عشرين او عشرين عشرين او عشرين عشرين او عشرين عشرين او عشرين عشرين وليس عليها اي خلاسة تمام جزاكم الله كل خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة